لم يأتي اجتماع مجدس الأمن الدولي حول إدلب السورية بجديد وكما العادة كان مليئاً بكثير من الإدانة والفزع والقلق لكن دون أي تأثير على الأرض أعلان المندوب البلجيكي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير مارك بيكستين وهو محاط بسفراء باقي الدول العشر لم يتضمن هذه المرة أي تأشارة للنظام بمسؤوليته عن القصف المستمر مكتفياً بدعوة جميع الأطراف إلى الالتزام باتفاق أستان الموقع في السابع عشر من أيلول عام 2017 ذلك الاتفاق الذي لم يبقى منه شيء فالمناطق الخمس الذي شملها خفض التصيد قدمتها روسيا والنظام رويداً رويداً حتى هجرت أهلها وسيطرت عليها بالكامل حيث إدلب وريف حمال جنوبي اليوم وحدهما في عين العاصفة لينتهي بشكل أو بآخر اتفاق سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا في أيلول عام 2018 لكن ما الذي حدث؟ سؤال تجيب عنه النسخة الثانية عشرة من أستانا فبينما كانت تسعى روسيا لتحقيق إنجاز سياسي فإن تركيا لم تستجب لرغبتها فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية من جهة أخرى فإن الأنباء الوردة عن تفاهمات تركية أمريكية بشأن إقامة منطقة آمنة شرق الفرات قد أزعجت الروس بشدة وهم الطامحون لإملاء الفراغ في تلك المناطق بعد انسحاب واشنطن منها حتى نقاط المراقبة التركية في إدلب تعرضت للقصف من قبل النظام السوري أضف إلى ذلك سقوط مدينتي كفرنبودا وقلعة المضيق بيد النظام وحلفائه مما أحرج أنقرة وهي المناطق التي تعهدت بنزع سلاح المعارضة الثقيل منها وأمام ذلك القصف الجوي والمدفعي والبراميل المتفجرة التي عادت بقوة يبقى تشتت وضع المعارضة السورية في إدلب إضافة إلى تصنيف بعض فصائلها على لوائح الإرهاب الدولية كلها أمور تصاعب المهمة التركية لإنقاذ إدلب التي تحولت سماؤها إلى جحيم بعد تصعيد النظام وروسيا لعملياتهم العسكرية